اهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم بدأت الأسواق بالتحرك مرة أخرى اليوم بعد العطلة مع أن لندن لم تفتتح بعد ولكن نيويورك عادت إلى العمل شهدت الجلسة الآسيوية القليل من الحركة باستثناء زوجة دولار وليان قام زوج اليورو والدولار الأمريكي بالتدعيم بين 1.0.417 و1.479 بدأ زوج الدولار الأمريكي ولأن الياباني بالعثور مرة أخرى على الدعم عند 117.00 ولذلك سوف يكون من المثير للاهتمام أن نرى بأنه بدأ الارتفاع مرة أخرى بعد افتتاحية نيويورك يستمر زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي بالتدعيم أما دون مستوى المقاوم الرئيسي عند 1.312 شكرا لكم سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق اشتركوا في القناة